السويد في طريقها نحو عضوية حلف شمال الأطلسي الناتو بعد موافقة تركية بينما تتوالى التصريحات الأوروبية والأمريكية بشأن عودة انطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في لتوانيا اجتمع زعماء حلف الناتو لبحث توسيع عضوية الحلف بضم السويد وهو الأمر الذي كانت ترفضه أنقرة بسبب دعم ستوك هولم وإيوائها أعضاء من تنظيم ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية في تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وإستراليا وعدد من الدول في الشرق الأوسط والعالم غير أن اتفاقا جرى بين تركيا والسويد تلتزم بموجبه ستوك هولم بوقف دعمها للتنظيم مقابل موافقة أنقرة على نيلها عضوية الناتو كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اشترط كذلك تمهيد الطريق أمام انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ورفع القيود والعقوبات الأوروبية عنها مقابل تمهيده الطريق أمام السويد نحو عضوية الناتو شرط أعلنت ستوك هولم التزامها به عبر وعد بدعم الملف التركي لعضوية الاتحاد كما أن الأمين العام لحلف الناتو يانز ستولتنبرغ أعرب عن دعمه المساعد تركية في هذا الصدد القيادة التركية التي يراها كثير من المحللين متقنة اللعبة على أوتار التوازنات الدولية لتحقيق مصالح بلادها طالبت كذلك بإتمام صفقة شراء طائرات F-16 التي تعطلها واشنطن منذ سنوات لترد الخارجية الأمريكية بالإعراب عن دعمها لإتمام الصفقة لصالح تركيا ودعمها كذلك أنضمام أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعود كثيرة أطلقتها جميع الأطراف لتحقيق انضمام السويد لعضوية الناتو وسط مخاوف متصاعدة من توسع الحرب الروسية في أوكرانيا إلى دول أخرى وعود كثيرة تنتظر خطوات عملية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة